هنتكلم عن المهاجم وهنتكلم أيضا عن مباراة الاهلي بكرا إن شاء الله أمام المقاولون العرب المباراة اللي هتكون القمة الحقيقية في بطولة الدوري المصري بالأرقام بتكلم عن الاهلي صاحب العلامة الكاملة المقولين الطموح الموجود في المركز التاني اللي بيقدم مستويات مميزة جدا مع الكابتن عماد النحاس ما فيه شك أن المباراة هتكون قوية جدا قبل مباراة النادي الأهلي مع النجم الساحلي في المباراة الأفريقية بعد ما تم الإعلان عن تأجيل مباراة الاهلي وإنبي لكن خلينا نتكلم الأول عن مباراة الاهلي والمقاولين اللي هتكون مباراة قوية ما فيه شك أن الكابتن عماد النحاس عنده طموح كبير مع نادي المقاولين العرب يحقق قدام النادي الأهلي نادي الأهلي كمان عنده هدف واضح وصريح وهو الاستمرار في تحقيق الفوز والعلامة الكاملة في بطولة الدوري الممتاز وأيضا الاستعداد الجيد والخروج بدون خسائر أمام المقاولون العرب علشان نستعد بإن شاء الله لمباراة النجم الساحلي اللي هتكون الخطوة القبل الأخيرة في تشكيل المجموعة الأفريقية وحسم الأول والثاني في المجموعة نتكلم في مباراة القبل الأخيرة عشان فيه مباراة أخيرة أكيد كلنا عارفينها حافظين تاريخها مباراة الأهلي واللال السوداني اللي ان شاء الله هتكون في السودان الأسبوع اللي بعد مباراة الأهلي والنجم ما فيه شك أن الأهلي كمان بيستعد بشكل كويس جدا قافل على لعبته ومركز بشكل كبير أي إن كان اللي بيحصل على السوشيال ميديا أو بيحصل على المواقع الرياضية يبقى الأهلي والأهلي كل حاجة بتكون مستخبية محدش أبدا يعرف إيه اللي بيدور في داخل جدران النادي الأهلي علشان كده بقول لحضراتكم الأهلي دايما حاطط هدف واضح وصريح قدام عنه وهو الفوز والاستمرار في تحقيق الأرخام القياسية والخروج من المباراة كلها إن شاء الله بدون أي إصابات أي نعم أنا عارف أنه فيه عدد كبير جدا من لعبة النادي الأهلي مصاب لكن ده ما يمنعش إنك طبعا كل شي قضاء وقدر ده رقم واحد رقم اتنين إن اللاعب أكيد إن شاء الله يرجع أحسن من الأول وكفاية عليه المدة اللي هيكون موجود فيها الإصابات دي حاجة يعني ربنا هو اللي بيكون كاتبها للواحد وعلشان كده دايما لازم يكون فيه بديل والبديل الثاني والثالث من الأسباب اللي عملها مستر فايلف روتيشن اللي كلنا شفناها من أول ما تولى المسؤولية لحد دلوقتي هي في حالة الإصابات على طول بيكون فيه لعب جاهز وعلى طول بيكون فيه لعب مش لسه يستعد علشان يخش مع النادي الأهلي في دائرة الماتشاط أو ياخد فرمت الماتشاط أو يعني ينساجم مع اللعيبة بالعكس كل اللعيبة اللي بتبقى موجودة بتبقى جاهزة في أي وقت مباراة المؤلين بكرة إن شاء الله نتمنى فوز النادي الأهلي ونتمنى استمرار النادي الأهلي في حصد الثلاث نقاط بدون هزيمة بدون تعادل كمان ما ننساش إن شاء الله بنستعد للمباراة الأفريقية اللي جاية أمام النجم الساحلي مباراة قوية جدا 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 أتمنى بس الدعم من جمهور النادي الأهلي أمام المقاولون والنجم الساحلي مطشين مهمين جدنا في أسبوع واحد هنتكلم على اللي حصل في مباراة الأهلي وإنبي لكن زي ما قلت لحضراتكم طبعا مباراة هكون مهمة دعم الجمهور الأحمر كالعادة زي ما هو بيدعم فكل الأوقات مش محتاج إن عمر يقول النادي الأهلي جمهور اللي لازم يدعمه أنا بس بأكد على حضراتكم وبراجع معكم لكن أنتوا دايما موجودين سابقين أي حد بتقفوا جنب الفريق بتشدوا من أزروا دايما اللي بيعجبني في جمهور الأهلي إني سواء فيه اختلاف أو اتفاق خارج جدران للنادي الأهلي على السوشال ميديا على المواقع الرياضية على الصحف على الكلام بنلاقي جمهور النادي الأهلي دايما في تعليقاته في كومنتاته في الهاشتاج سطعته دايما متجمع ودايما متفق على حاجة واحدة إن مستحة النادي الأهلي فوق أي شيء وده اللي بيعجبني في الجمهور حاجة تانية أن دايما الجمهور الأهلي ما بيحبش حد من باراة نادي يجرح في لعبته ما بيحبش حد من بار النادي يتكلم على لعبته بشكل يعني وحش أكيد لو يتكلم كويس ما فيش مشكلة لكن جمهور الآلي بيعجبني فيه أنه ما بيسمعش لحد أنه يتكلم على لعبه بشكل وحش جمهور الآلي شايف أن لعبة الناد الآلي أحسن لعبة موجودة في مصر وفي أفريقيا في الوطن العربي علشان كده لا مساس أبداً بلعب الناد الآلي ولا مساس أبداً بأي شيء جوة الناد الآلي ناد الآلي لما يصرح بأي شيء نبدأ نتكلم لكن طالما ما فيش تصريحات من جون نادي الأهلي معالش ما احترام لكل الناس ما حدش يفترض اللي عنده معلومة هتفيدنا أهلا وسهلا اللي ما عندهش معلومة يفيدنا برضو أهلا وسهلا لكن يبقى الكلمة الأولى والأخيرة لجمهورة الأهلي المحترم الذواق المحب لكرة القدم اللي إن شاء الله يكون موجود في مباراة المأولين ومباراة النجم السحلي بكل قوة علشان يدفع نادي الأهلي ولعبته إلى الأمام في طريق الانتصارات إن شاء الله شكرا حضركم إن إحنا عندنا فقرة أولى مع الأستاذ عصام شلتوت الناقض الرائدي الكبير والكاتب الصحفي الكبير والرئيس التحريد التنفيذي لليوم السابع هيكون معي فقرة أولى فقرة تانية هتكون مع محمد سعيد مع الكابتن شريف عبد المنعم نجم النادي الأهلي واللي هيتكلم معه فنين أنا هتكلم مع الأستاذ عصام طبعا في شوية قضايا هأخذ رأيه كمان في شوية